هلو أبري ونعمل نعمل شيفون كيك كتير طيب وطاري فخينا بلج أول شي منحط بيبال كوب و 3 ربع أو 210 جرام طحين طبع الكيك أو طحين لعادة الاستعمالات وبهالواقت مندور الفرن على 325 درجة فهرنهايت أو 163 درجة مئوية ومنزيد على التحين كوب وربع أو 250 جرام سكر ملعة كبيرة باكينج باودر ونصف ملعة صغيرة ملح ومننخلهم كتير منيح ومنزيد على الملعتين صغير فانيلا شجر ومنخلطهم كتير منيح وهلق بيغار بال منحط 7 صفار باد مع 3 ربع كوب أو 180 مليليتر ماي ومنزيد على الملعة نصف كوب أو 120 مليليتر زيت نباتة ومنخلطهم كتير منيح وهلق منزيدهم على المكونات الجافة اللي خلطناها من قبل ومنخلطهم كتير منيح بس بالسباتيول وعراوي وهلق بيغار بال منحط 7 بياض باد ومنخلطهم كتير منيح بالمكسر أول شي بيصيروا مثل الموس بس دالكم نخلطهم حتى يصيروا مثل كرام شامبيه هاك شكلوا نزم يكون وهلق منزيد تقريبا تلت كمية بياض الباد على الخلطة ومنخلطهم عراويق بالسباتيول تقدم فيكم تتركوا هاوة بالخلطة خلطوهم من الجوانب للنص متل ما شايفين وهلق من بعد ما نخلطهم منيح منزيد كل الباقي من بياض الباد ومنخلطهم عراويق متل ما عملنا من قبل ومنخلطهم عراويق متل ما عملنا من قبل ومنخلطهم عراويق متل ما شايفين وهلق منجيب مول مفخوض بالنص او مول تبع الكيك العاضي ومندهان وزبدة من كل النميلات ومنزيد بارشمنت بايبر بكعبه وهلق منزيد الخلطة بالتسابة متل ما شايفين وجلسوها كتير منيح بسباتيول متل ما شايفين لحتى تتوزع الخلطة بالتساوي لانه هاي الخلطة بالفرن ما بتتوزع لواحده وما تجاربه تضرب المول على الطاولة لحتى تتوزع الخلطة لانه كل الهوا اللي فيها رح يروح وهلق منحطه بالفرن على 225 دراجة في هارنهايت او 163 دراجة مئوية لمدة ساعة او بس تشكه كيردن فيه ويطلع نضيف وبس يطلع من الفرن منتركه يسقق بالقلب على وير راك وبيرجع منشيل المول عنه منتركه يسقق على اخر ولايكو شوطاري متل كأنه عم تاكله مارشميلو ومن بعد ما سققع منحط سكر بودرا فوقه وصحتان ولايكو شوطاري وخفيف ومنصحكم تجاربوه وفيكن تشوفوا كل المكونات والكميات بالأكوة بوليجرام تحت بالدسكريبشن بوكس اذا حبيته هاللاس فيما تصل على لايك وسبسكراك وفعل الجرس ونشوفكم مارجي باي